في هذه اللحظات وفي مثل هذه الساعة قبل 24 يوما كان الشعب الفلسطيني يسطر تاريخه وقضيته بمداد من الذهب ومن الدم كتب قضيته وكتب تاريخه في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الساعة قبل 24 يوما كانت المقاومة الفلسطينية تمخر عباب البحر نحو زكيم وتشق الحدود الشرقية لقطاع غزة نحو المستوطنات الغلاف لتوقع من الإسرائيلي ما توقع ما بين قتلى وجرحة وأسرى ومنذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة عشرة آلاف شهيد ومفقود في قطاع غزة نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية حالة من القصف الهستيري والأحزم النارية التي طالت كل شارع معظم الشهداء من الأطفال ومن النساء جرام إسرائيلية يندى لها الجبين ولكن في المقابل تستمر المقاومة الفلسطينية هذه المرة ليس فقط في قطاع غزة بل أيضا تستعر أعمال المقاومة في الضفة الغربية التي شهدت على مدار الساعات الماضية وخلال هذه الليلة اقتحامات إسرائيلية متنوعة لعدد من المدن في الضفة الغربية